لضيوف الستوديو التحليلي الكرام كابتننا كابتن علاء ميهوب كابتن محمد يوسف الكابتن عادل مصطفى والكابتن هاني العجيزي خلينا أقول لك يا كابتن أيمن من هنا من داخل ملعب الاهلي والسلام في أول لقاء للنادي الاهلي والانتاج الحربي بعد ظهور هذا الاستاذ بهذا المسمى شفنا حفلة افتتاح الملعب الاهلي والسلام في حفل باهر على قناة النادي الاهلي جول المباراة في الجولة التاسعة عشر تجمع ما بين الاهلي والانتاج الحربي خلينا حطك في الصورة أكتر كابتن أيمن ونتكلم على فريق الانتاج الحربي اللي كان خاض فترة إعدادة قوية بعد عقب قرار الدولة المصرية باستئناف النشاط كان أقام معسكر تدريبي في مدينة شارم الشيخ لمدة أسبوع ثم لعب مباراتين وديتين أمام فريق مصر وانتهت بالتعادل السلبي ثم آخر مباراة وآخر تجربة للكابتن مختار مختار كانت أمام فريق طلائع الجيش بالتعادل إيجابي بهدف لكل فريق النهاردة ندرون الكابتن مختار بيعاني من بعض الغيابات في العناصر الأساسية للفريق فالمران الأخير لفريق الانتاج الحربي ارتكز شوية على النواحة الدفاعية وكان الكابتن مختار مختار بيركز على النواحة الدفاعية والتزام اللاعبين بالواجبات الدفاعية خاصة أنه بيواجه فريق النادي الأهلي حجم قيمة وقوة فريق النادي الأهلي صاحب الصدارة كابتن مختار مختار أعلن التشكيل وهي الطريقة زي ما قلت لحضرتك بتغلب عليها الناحة الدفاعية خمسة اتنين تلاتة في حرصة المرمى أحمد يحية النهاردة بيلعب الكابتن مختار بتلاتة في قلب الدفاع أحمد صابر ومحمد شو غريب ومحمود البدري في اليمين علاء سلامة في الشمال أحمد شديد في قلب دائرة المنتصف غنام محمد ومحمد عادل قدامهم تلاتة كريم لالا ومحمد رجب وأحمد عفيفي زي ما قلنا كابتن أيمن تلاتة اللي بلعب بهم والكابتن مختار النهاردة عشان يواجه قوة الناد الأهلي في النواحي الهجومية وارتكز هو وركز على هذا الأمر وكلامه مع اللاعبين في المران الأخير لفريل إنتاج الحربي على قوة الناد الأهلي وقوة خطوط الناد الأهلي وقوة مفاتيح لعب الناد الأهلي النهاردة الكابتن مختار بيحاول أنه يقفل كل منافذ اللعب على الناد الأهلي ويديق المساحات ويقفل ويقرب المسافة ما بين الخطوط النهاردة أيضا بيقود اللقاء تحكميا من الكابتن محمود عشور حكم الساحة يوسف البساطي مساعد أول أحمد نوفا المساعد الثاني طارق سامي حكم رابع جهاد جريشة حكم فيديو ومساعد حكم الفيديو إبراهيم محجوب من النقاط المهمة جدا النهاردة كان موجود الدكتور حسن درويش المراقب الطبي من قبل الاتحاد المصري لقرة القدم كان بيتفقد كافة الإجراءات الاحترازية الموضوع من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة وأثنى وأثنى وشكر جدا على التزام النادر أهلي بكافة الإجراءات الاحترازية وأشاد بمسؤول النادر أهلي وبالعب النادر أهلي على التزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية دي كانت كل التفاصيل كل الكواليس من هنا كابتن أيمن من داخل ملعب الأهلي والسلام من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن